طيب اولا اتكلم قلتلي ان دلوقتي الدنيا تطورت حتى السحر شكله تطور يعني انا ممكن اسحل استغفى الله العظيم يا ربي يعني فانا افترض ان فيه شخص ممكن يسحل لشخص عن طريق ان هو يبعث له رسالة على الواتساب او رسالة نصية ده فعلا ايوة ممكن يبعث على الواتساب رسالة او يبعث على صورة صورة? صورة اه او يبعث مكالمة من داخلها السحر نفسه ويتأذن الانسان مجرد انه يقراها يقراها يعني مثلا طرق السحر زي اللي كانوا في التابع زمان انه يترشوا حد يخط عليه او يشرب او يشرب او يشرب او يكل منه فلوقتي بقت طرق حديثة انه هو مجرد يبعث اه كلمات معينة او حديث معين بحس انه لو اراه حتى لو ما اراهش يعني باللسان يعني مجرد انه اراه بعينيه يتسحر لا لا الا الله اه بقت العملية بقت خطيرة جاء لك ناس تتسحر لها بالشكل ده ايو 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 هل احنا في وقت في زمن السحر كتر؟ اه الايمان قل قوي عند الناس والايمان قل بسبب الجهل بالدين لان احنا ما عندناش وعي ديني كافي فمعظم الناس اه ما عنداش فكر عن الدين كويس حتى لو تسألت حدي عن الجن او اه الناس كلها مجرد الجن فكنه هو الجن يعني الشيطان لا الجن منهم مسلم ومنهم صالح ومنهم تقي ومنهم كل حاجة ومنهم الملل هم نحج وملل زينا بالزبط زينا تماما تخلين تعالى اشان بص انا بنظرة كده على كمية الرسالة والجن منهم الشياطين في من الجن شياطين زي شياطين الانس والجن زي في بناء ادمين شياطين في الدنيا على فك اصد كلمة شيطان دي مهاش اسم اه دي صفة ولا نوع هي صفة 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 مين من غضب الله عليه ولعناه واخرجه من رحمته واخرجه من رحمته وده الشيطان ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قالنا ان في انسي بيبقى شيطان ازاي بيبقى الشيطان ان هو يعمى عن ذكر ربنا ينسى ذكر الله يلمى من غضبه يعني حل اي سحر اي ازة ممكن يتعرض له الانسان هو بالصلاة وقراءة القرآن وذكر المولى عز وجل اه طبعا على مدار اليوم طبعا ده يحصنه طبعا طب بص انا عز السفيد من القعدة دي معاك وعز السفيد بكل ما تعلمه خليني اسألك في الاول اه خليني اتكلم على الازواج يعني انا يعني كتير بيبعثوا مسلا تقول لي اصلا اه اه جوزي اه سبني عشان في واحدة بتحبه وعملت له جلب فسبني هل فعلا متسحر الجلب ده موجود؟ موجود السحر السحر اي انا كان نوعه اولا اولا اي 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 شوف ربنا سبحانه وتعالى ايه في اية السحر بسلطة البقرة عزه الله الشيطان الرجيم اسمه رحيم واتبعوا ما تتلو الشيطان على ملك سليمان وما كفروا سليمان ولكن الشيطان كفر يعلمونا نخلي بالنا من الالفوظ دايما ربنا سبحانه وتعالى بتكلم عن السحر انه هو فعل مضارع اه لا انه هيفضل هيفضل التعليم ماشى انه لا يكون لها وعن في الاخر ويتعلمون هم ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولا هم ضررينه بشي الا باذن الله وما هم ضررين به من احد الا باذن الله وهن في نقطة هنا مهمة عشان في ناس يقولك نجيب الحبيب او نجيب الغائب او لتعالى كلامك فيديوهات كتيرة على اليوتيوب وفيديوهات كتيرة موجودة في كل حتة ازاي تجيب الحبيب في عشرين يوم وازاي حبيبك يحبك يقول لهذا باطل وكدب وافتراء على الله وعلى كتاب الله لان لما نشوف اخر ايه من ايات السحر بشوف ربنا بقول ايه ويتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراهما له في الاخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون اذا السحر بيعملش ايه خير اي حد يقول اجيب الغائب او التاهة او اعمل الحب بين الناس كلها كدب اللي بيسحر بيكفر ويتعلمون انهما ما يضرهم ولا ينفعهم ولكن السحر نفع نفسه كان بقى ملياردير لكن ما بيتعلموش غير المضرة بس والسوق كل من لجأ لسحر كل من لجأ لدجال كل من لجأ ان هو يحل اموره عن طريق سحر فهو كفر السحر والذي اللي بيروح له بيستعين به كل ده شرك وكفر طيب لو دلوقتي الزوجة وزوجها وحصل ضرر بالشكل ده حلها ايه فيه حلول كتير ما تيتعلم يعني لو هي حاجة ممكن تتعمل في البيت ما بينهم الامور تهدى يعني في بيوت بتخرب بسبب ده اه اه ايه ايه مش بنكلم ع شخص بسيط ولا شخص مقتدر ده كل الطبقات السحر المنتشر فيها ايه 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 حلها ايه اولا التزام بطاعة الله ورسوله ونعم بالله العبادة المحافظة على العبادة الحفاظ على الاسكار وفي شيء بسيط جدا جدا ممكن اذكر الصباح والمساء اذكر الصباح والمساء طبعا في ايه حاجة بسيطة اوه ممكن يعبدوه ان يصلوا لله ركعتين بنياة قضاء الحاجة وان الله عصم قاله اقرب ما كل عبد الله هو السجد فضاء الله ما شئت يستعينوا بالله ويدعوا ربنا ان هو لا يفرق بينه وان ربنا يصلح بينه ويبدعانه من الشيطان لحاجة بسيطة خالص ممكن تتعامل بالاضافة في حاجة تانية ممكن انا اعملها له اه من رقية شرعية من تفاصيل تانية اه غير اللقية الشرعية في حاجة تانية بتتقال وبتتعامل بتوفق بينه